بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين النهاردة معدنا مع الأصحاح الخامس من سفر الرؤية دلوقتي هنقرب مع بعض الجزء الأولاني من الأصحاح وبعد كده هنتأمل في المعاني الجميلة اللي موجودة فيه ورأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه فلم يستطع أحده في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو فقد غلب الأسد الذي من صبت يهوزة أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة ورأيت فإذا وفي وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى الأرض ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين الإصحاح الخامس هنا زي ما اسمعنا القراءة اللي اسمعناها دلوقتي هو عبارة عن تكملة للرؤية اللي ابتدى يوحانا يشوفها في الإصحاح اللي فات الإصحاح الرابع في الإصحاح الرابع شاف العرش وشاف الجالس على العرش هنا بقى بيشوف سفر مختوم بسبعة ختوم عن يمين الجالس على العرش رقم سبعة دايما بيشير للكمال فلما بيقول سبعة ختوم بيشير إنها كاملة الغمود لأنها ختم يعني حاجة مقفولة مختوبة وجود السفر عن يمين العظمة الإلهية معناها إنه موضوع اهتمام لله بالسفر وبالمكتوب فيه يا ترى السفر ده هو إيه؟ قيل إنه هو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فهمنا منين إنه هو الكتاب المقدس العهد القديم والجديد من هنا لما بيقول إن فيه كتابة من الداخل ومن الوراء ولو نعرف إن في العهد الوقت ده كان الكتابة عبارة عن ما كانش فيه كتب وقتها يعني كانت عبارة عن رلة الكتاب كان عبارة عن حاجة ملفوفة كده فالكتابة من داخل اللي هي من جوه الرلة من جوه من داخل من وراء اللي هي مبرة على السطح البراني بتاع الرلة ولو إحنا نفهم إن الكتاب المقدس هو عبارة عن مقاصد الله من نحو الناس واجتمل الكتاب المقدس على معاملات الله مع البشر سواء في الحاضر أو في الماضي أو في المستقبل نقول إن السفر المختوم ده بيحوي كل مقاصد الله في معاملاته مع البشر في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل ولما قال من وراء ومن داخل يعني في الأحداث الماضية أو في الأحداث اللي هتيجي في المستقبل إن شاء الله وسمي سفر مختوم لأن في حاجات إحنا ما نعرفهاش يعني حاجات عن المستقبل ما حدش يقدر يعرفها حاجات في الماضي يمكن ما حدش يفتكرها ويمكن حتى في الحاضر في بعض حاجات ما بنعرفهاش بنحتاج تذكرة بيها يعني واخدين بالكم إلا إن طبعا لازم نفهم إن هذا السفر موجود عن يمين الله لأنه هو محل الاهتمام الله تحت عنيه وإن الله يدبر أمور البشر وحياتهم بمنتهى القدرة ومنتهى القوة لأن اليمين بيرمز دايما للقوة ودي تخلينا دايما مطمئنين ليه بقى؟ لأن الواحد بيأسف أحيانا إن في بعض الناس بتبقى الآن على المستقبل وبتلجأ لطرق غير أمينة وغير سليمة إنها تفهم المستقبل ويلجأه لبعض الصحراء والعرفيين وقريء الكف وإلى آخر هذه التفاصيل اللي لازال بعض الناس بيلجأوا إليها عشان يقدروا يعرفوا المستقبل لكن عايز أقول لكم على حاجة لا يعرف المستقبل إلا الله وحده إوعى حد يضحك عليك ويفهمك إنه يقدر يحكي لك مستقبلك اللي حصل هنا في الموقف إن لما بيفك ختم من الختوم بتحصل مواقف حصل كذا يعني نيجي نشوف الختوم دي لما تتفك هتحصل مواقف كثيرة جدا دي معناها إن الله يسيطر على الأحداث اللي بتحدث في كل زمن وفي كل زمان في أحداث ولكن الله له السيطرة على الأحداث لأنه هو واحد والقدير الذي يتحكم في الأمور هذا السفر أحبائي هو رمز للكتاب المقدس والكتاب المقدس من خلاله بنقدر نتعرف على محبة ربنا للإنسان سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل كمان بعض الناس ما بيقدروش يعني يقول أنا ما أجرى الكتاب المقدس ما بقدرش أفهم هو عايز يقول إيه طبعا الكتاب المقدس ده لما كتب كتب بروح الله تكلم أناس الله مصوقين بالروح القدس عشان نستوعب ما هو في الكتاب المقدس محتاجين للروح القدس أنه هو يعمل فينا وإحنا بنقرأ عشان نقدر نفهم أحكام الله الموجودة في الكتاب المقدس فيريد لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس بس نرفع قلبنا بالصلاة ونطلب أن نروح الله يفتح ذهننا عشان نفهم الكلام اللي إحنا بنقرأه ومروح ربنا يشتغل فينا ونقرأ الكلام اللي له معنى جميل وله مفاهيم جديدة ممكن نفس الكلام تقرأه هو هو لكن تلاقيه في كل مرة بتقرأه بتلاقي معاني جميلة وجديدة نرجع للنص لما بيقول الرسول ورأيت ملاكا ينادي من هو مستحق أن يفتح السفر هنا بقى بنشوف محبة الملاكة للبشر خدمتهم لنا إحنا البشر هم عايزين يتطمنوا علينا وعايزين يعرفوا المجد المعد لنا اللي ربنا أعده للبشر ورغم أن الملاك عارف أن هذا السفر بيخص البشر وهو ما بينتظرش أي مجد ممكن يصل إليه ولا هو خايف بالمستقبل ولكن بروح المحبة بيهتم أن هو يفتح السفر ويكشفه ويكشفه وبرضه من محبة الملاكة للبشر هتلاحظوا هنا في الحديث أن الملاك بيتكلم بلسان البشر فكأنه بيحط نفسه معانا إحنا البشر حاسس بينا وحاسس بظروفنا فبيتحدث نيابة عننا فمثلا يقول لك زبيحت واشتريتنا المسيح لم يصبح من أجل الملاكة ولا اشتراهم ولا جعلهم يملكون على الأرض ولا عملهم ملوكه كهنة زي ما قال الملاك ولكن الملاك هنا بيتحدث بمشاعر الحب وبعين برضه بنلاحظ هنا لما أحد القساويسة أشفق على يوحن وهو بيبكي لما رأى بيبكي فأشفق عليه ودي بيتورينا قد إيه الملاكة بيشفعوا فينا مش بيصلوا من أجلنا بعض الناس يقول لك شفاعة إيه وبتاع إيه لا أهي الشفاعة موجودة الملاكة يشفعون فينا نحن البشر نرجع للنص يقول من هو مستحق أن يفتح السفر دي بقى تورينا خطورة وعظمة ورهبة المكتوب أنه يعني فتح السفر وفك خطومه ده بيعني بداية أحداث كثيرة الموقف بقى أنه لم يستطع أحدهم في السماء محدش لم يوجد من هو مستحق أن هو يفتح السفر السفر صحيح السماءين بيحبوا البشر وبيصلوا من أجلنا لكنهم ليس لهم تحكم في المستقبل هم بلا معرفة يعني وبعدين يقول من مستقل أن يفتح السفر ويقرأه السفر مش ممكن حد يعرف إقراءه قال لما يفتح الخطوم بتاعته طب ما فيش حد قادر أن هو يعرف الأحداث المكتوبة فيه ولا يحدد إمتى هتحصل ولا يسيطر عليها يقول ولا في السماء الأرض ولا تحت الأرض ده هنا بيورينا يعني حكاية تحت الأرض دي ذكرت عن عدو الخير عن الشيطان لما انحضر انحضر إلى الهوية إلى أسافل الجب فقال لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض مشكلة يحنى هنا أنه حصر تفكيره في المخلوقات ما نظرش للمخلوق للخالق آسف ما نظرش للخالق نظر للمخلوقات لم يجد فيهم من هو مستحق أنه يفتح هذا السفر فعشان كده يقول سرته أنا أبكي كثيرا واخدين بالكم هو مكلف أنه هو يكتب مش قادر يفتح السفر ولا يفهم خطومه وشعر أن فيه أحداث مخيفة هتمر على الكنيسة لأن المسيح قال له تعالى أريك ما لابد أن يكون وحس أن المسيح عايز يطلعه على أمر من الأمور الهمة ومش لاقي حد يحل هذه المشكلة أن فيه أحداث خطيرة هتحصل وهو مش عارف هيقدر يسيطر على الأحداث دي ولا لأ لدرجة أنه بيقول ولا أن ينظر إليه يعني حتى مش قادر يبص للسفر يشوف ما فيه داخله فحس يحن أنه أمام مستقبل ولكنه غامض مخيف وخيف على الكنيسة وعايز يتطمن عليها وبعدين شوفنا هنا أحد القساوسة بيوجه نظره وبيدي نصيحة أنه ما يبصش لمخلوقاته الضعيفة لكن ينظر إلى الخالق القوي عشان يحل له هذه المشكلة وكون المسيح يفك الخطوم فهو فيه كل الحاضر والماضي والمستقبل هو خلاص الإنسان أعد الفداء للإنسان وهيكمله بأنه يعدله مكان في الأبدية هو الخالق هو له وحده القدرة والسلطان وذكر عنه الكتاب المقدس المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم بعد كده نكمل إراية في العدد السادس بيقول ورأيته فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض بيجي هنا بقى السؤال مهم جدا عايزة وضحه أنه هنا لما يحنى شاف شاف خروف لكن في قبل كده القسيس بيقوله إيه؟ بيقوله هو زل أسد الخارج من سبت يهوزا طيب هو لما جيه بص شاف خروف فيترى هو أسد ولا خروف نفهمها إزاي؟ هقول لكم نفهمها إزاي؟ هو أسد اللي شافه أسد في قوته في جبروته في ملكه على كل الخليق هو أسد إلا أنه هو أيضا خروف لما قدم نفسه زبيحة على الصليب وحمل خطيانا فهو يشبه بالأسد في قوته وفي جبروته وفي ملكه على الخليقة لكنه أيضا هو خروف لما قدم نفسه زبيحة من أجل خلصنا في معركته مع الشيطان على الصليب هو كان أسد برضو النبوء بتاعت أبونا يعقوب عن ابنه يهوزا لما كان بيتنبأ عن أبنائه تنبأ عن يهوزا أنه ربب على الصليب كأسد المسيح فعلا لما انتصر على الشيطان على الصليب كان كأسد ولما بيتحكم في الأحداث وبيفتح الخطوم هو قوي كأسد لكن في محبته وسفك دمه من أجلنا كان كخروف في تواضع وفي انحناء قدم نفسه زبيحة من أجلنا فأي أحداث تحصل في المستقبل ما نخفش منها احنا في يد إلهنا القوي أحبنا حتى الدم كخروف بس هو قوي كأسد يدافع عنه زي ما الأسد بيدافع عن الأجبال بتاعته وأخدي مبالكم ويحنى بقى هنا يحنى مش يحنى يحنى المعمدان بقى هنا لما شاف المسيح على نهر الأردن مقبل شاور عليه وقال هزة إيه؟ حمل الله الذي يرفع خطايا العالم حمل الحمل هو الخروف الصغير يعني فالمسيح في صراعه ضد الخطيئة والموت كان كأسد لكن في الفداء اللي قدمه كان كحمل في الهيكل كان هناك مسبح النحاس اللي بتقدم عليه الزبائح ده كان بيرمز للصليب فمسبح النحاس كان له أربعة قرون على الأربع جناب فالزبائح كانت تقدم على هذا المسبح كان يشير للصليب والمسيح قدم نفسه على الصليب اللي كان يشير إليه مسبح النحاس ولكن كرمز اللي قوة عمل المسيح وضعت هذه الأربعة قرون لأن القرن دايما يشير للقوة واخدين بالكم فالمسيح كحمل زبح ولكن كأسد كان قوي وله أربع قرون لأنه هو قدم نفسه سبيحة عن حياة العالم اللي في حالة ضعف وبيضعف قدام أعداؤه محتاج للإشعر بالمسيح القوي اللي هو زي الأسد واليائس بقى التعبان من خطيته والخطيئة غلباء والعالم من جرجره محتاج يحس بالمسيح الحمل الزبيح اللي زبح من أجلنا المسيح غلب كأسد فصار له الحق أنه هو يفتح هذا السفر وظهرت محبته بوضوع وما نلاقيش حد حبنا زي من المسيح أحبنا فبين يديه نسلم له أمور حياتنا ونتاكل عليه وقدر أنه هو يفتح هذا السفر ويفك كل ختومه وهنا برضو نشير للسبعة قرون اللي شافها يوحنى دي بتشير للقوة القرن دائما يشير إلى القوة ورقم سبع يشير للكمال فهنا يشير إلى كمال القوة نرجع للنص ما بيكلم على أن له سبعة أعين هي سبعة أرواح الله ولو نفتكر في الإصحاحة اللي فات الإصحاح الرابع تكلم عن الروح القدس لما تكلم عن سبعة مصابيح نار هي سبعة أرواح الله والنار تشير لعمل الروح القدس لأن الروح القدس بيعمل في الكنيسة كأنه نار يحرق الخطيئة ولكنه يشعل غيرة المحبة وهو الحل على التلاميذ مثل ألسنة نار فأشعلهم بنار الخدمة والكرازة باسم المسيح وجعل الكنيسة منارة ونور للعالم هنا بقى بيتكلم عن سبعة أعين هي سبعة أرواح الله ده الروح القدس الكامل في عمله الرقم سبعة يشير للكمال وهنا الروح القدس اللي هو بيعمل في الكنيسة فالمسيح له الروح القدس الابن ثابت في الروح والروح ثابت في الابن عشان كده قال له سبعة أعين والسبعة أعين ده تشير لعمل الروح القدس أنه هو بيعطى استنارة نشوف الأمور السماوية لكن التصوير هنا بيعني أن الروح القدس هو اللي بيكشف كل شيء حتى أعماق الله هو روح المسيح زي ما أحيانا الإنجيل كان يذكره أنه روح المسيح فالمسيح يعرف كل الأمور ويعرف المستقبل قدام عينيه وده طبعا تصوير يؤكد لنا أن المسيح كامل المعرفة وكامل الحكمة لأن الروح القدس هو روح الحكمة وبالتالي له الحق أنه يفك الختوم المرسلة إلى كل الأرض والمسيح وعد الكنيسة قبل صعوده أنه يرسل لها الروح القدس والمقصود هنا أن المسيح بيرسل الروح القدس للكنيسة عشان يعطيها استنارة لأنه هو الروح فيكون له الحكمة والمعرفة بعد كده أتأمل معاكم في الصورة اللي شافها يوحنا الخروف أنه قائم ليه وصف الخروف أنه قائم أولا لأنه قائم من الأموت دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه قائم يشفع فينا بدمه لمغفرة خطيانا نمرة ثلاثة أنه قائم مستعد أنه يعمل من أجل فك الخطوم وتدبير أمور الكنيسة وحمايتها في هذا العالم لذلك وصف أنه قائم طيب سؤال تاني أجمل منه ليه وصفوا أنه كأنه مسبوح واخدين بالكم برضو ده معنى جميل جدا نتأمل فيه علامات الألام وسفك الدم فضلة في جسد الماسيح احنا في القيامة أي حد مننا في عيوب في جسده لما هنقوم في اليوم الأخير بالجسد النوراني ما هتبقاش فين عيوب كل الأسار دي هتروح ولكن المسيح له المجد احتفظ بأثار الجراحات في جسده ليه؟ ليه احتفظ بأثار الجراحات في جسده عشان يشوفوها المؤمنون ويسبحوا ربنا على الفداء عن طريقه وقات بهم إلى السمان والأشرار يشوفوها فيندموا أنهم لم يتمتعوا بخلاص المسيح فعشان كده علامات الألام هتظل باقية في المسيح وعشان كده يوحن شافه كأنه مسبوح كأنه مسبوح يفيد بدمه عشان يقدسنا ويطهرنا كأنه مسبوح يفيد علينا من دمه كل يوم في سر التناول بنتناول من جسد الرب ودمه فيفيد علينا من دمه عشان يغفر لنا خطيانا المسيح قدم نفسه زبيحة حية أبدية فيها فعل الموت وفعل الحياة لتنين فمات آدم بحياته القديمة بموت المسيح ولكنه في المعمودية إحنا بنتحد مع المسيح في موته ولكن بنتلع من المعمودية فبتتكدد فينا الحياة بنولد إلى حياة جديدة عشان كده يقول معلمنا بقول لسر رسول ما تفونينا معه في المعمودية ففي المعمودية بنمارس الموت ولكن بعد ما بننزل في المية بنطلع في حياة بناخد حياة جديدة عشان كده يقول بقول لسر رسول ليه الحياة هي ليه المسيح الحقيقة رؤية يوحنى دي اللي احنا شايفينها قدام عينينا أنه شاف القروف قائم كأنه مسبوح هذا أعظم تعبير ورد في الكتاب المؤدس عن زبيحة الصليب الممتدة اللي احنا بنتناول منها كل يوم في المسبح في الأداس عن طريق الصلاة الخبز والخمر بيتحولوا إلى جسد ودم المسيح الزبيحة الحية فالأداس هو امتداد لزبيحة الصليب للخروف القائم كأنه مزموح أشكركم وإحنا كده ختمنا الجزء الأولاني من الإصحاح الخامس وإن شاء الله في المرة القادمة هنستكمل بقية الإصحاح الخامس ربنا يحفظ عليكم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر